السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اي تظاهرة كانت فيها واحد الاستيرادة مادية ولما فيهاش احنا مستعدين احنا كنا دائما جنود احنا معمرنا وبالاخص حياة الادريس انا كنت تكلم على نفسينا بين قوسينا والجامع يعلم اعلى ان انا ما عندي شروط مادية ومع مرة كانت عندي شروط مادية فالانسان لما كيكون كيطالب واحد الحق ديه له مش روعي فاده ماشي سعايا احنا قطم دون فرقوا بعدها لما كانت تكلم مع المثقافين وما كانت تكلمش مع اشي واحد ليه وجاهل وانما كانت تكلم مع المثقافين انا لما نجي تقول اسيدي انا لان اعطيت الوغطان مثلا كذا كذا وفاد البلاسة وفاد البلاسة وكين اشياء اللي ما كيعرفش المشاهد الكريم خدم نفسي خدامي كبار وبدون مقابل بدون مقابل يعني اغنينا في تظاهرات فنية كبيرة اللي هي الخير دي لك يرجع للوطن والمواطن المغربي بدون مقابل وفي سبيل وطننا الحبيب فاليوم انا محتاجة لهذا الوطن واش ماشي من حقي نتكلم فهذا ماشي سعايا انا متنشوفاش سعايا انا كنشوف حق من حقوقي لان انا واحد النار بغاوني والقاوني نلو ولبسق الامامي قالوا يجي مع الستمشي مع الخمسة ونص بالفرحة باش ندير ذاك العمل فاين نحن من هذا الوطن ونحن كذلك نحمل بطاقة وطنية اللي بغا يستثنيني من هاد من هاد من هاد الجسم المغربي را ما عندوش حق انا كذلك كنش كنحمل بطاقة وطنية واي فنن كنحمل بطاقة وطنية وباش نمعطيوش خيرنا لغيرنا وباش نستمتعو به معاكم فاليوم ما تقولوش ان انتو مسعايا احنا ما تنسعوش احنا كنسعو الله سبحانه وتعالى وكناك نسعو وكناك شي ليلة لنا ما عند حد لنا ما نديرو به جينا عندي الدار ونقلسانوياك وغادي نوركش نعطيك الوطن وغاديك رسائل تقراها ديل الشكر ووسائل تقديريها رسائل تقديريها وغادي نوركش اشياء اللي ما تعرفوا واش نمغاربو ولمعما نتكلمت فيها نهائيا وما نتكلمت فيها بتاعي لاش لانك تقديرها في سبيل الله وفي سبيل الوطن اولا نشرح واحد الكلمة بين قوسين قريت بعض المقالات اللي كتخص هذا الدعم اليوم فات الصباح للأسف الشديد على ان فنه نهو المغنيين والمطريبين خداهم الحارة 400 مليون لا رمشي هه المغنيين والمطريبين هلا عدي تليا غير المصرح هلا افراد ديال المصرح احتفارك الله اللي يقوي الخير والسينيما والرسم والكوريغرافيا واحد المجموع عادي للناس اللي اخدهوا هذا المليار وربعمية ماشي هه المغنيين واللي بغى يتأكد مزيان من الارقاب و بغى يتأكد شكون فيه مشات هذا المليار وربعمية يدير وزارة التقافة والشباب والرياضة في جوجل وغادي يدخل وغادي يبلي الدعم وغايدخل وغايشوف شكل يستفد منه باش ما نتقوش نهضره سطحي ونتكلمه غير بالخاوي نهضره عامرين ويكون عندنا باش نجاوبه بالنسبة للدعم نرجع للدعم لما كتر القيل والقال هدي واحد العشر سنين على ان الفنان ما عندوش انتاج لا يساهم لا يشارك في الميرا جنات لا ما عندوش كده ما عندوش باش ينتج الاغنية منين غادي ينتج هاد الاغاني الفنان وهو لا يمارس فنزلت هاد القضية ديالت جات هاد القضية ديالت الدعم اللي هي شوية سدات واحد الباب الحمد لله اللي استنفعوا بي الناس وأنا كنت من الأعضاء عاود نرجعلك في الأول لجنة اللي كانت أنا كنت فيها كنت متواجدة وكنت متطوعة باش نكون وساهمت وعلى أنني أنا محتاجة نعاود ونرجعوا هادي مسألة من تيرا تيرا خدمة خدمة من خدمات الوطن الله يخليكم أنا ساهمت على أنني من ساهم عامين سنتين متثاليتين باش من ساهمش وميكونش عندي حق الاستفادة من هاد الدعم ودخلت لللجنة وقلت لي هما كنتموا شكيل باش تكون عندنا واحد الحركة في النيا ونشجعوا لا محتاجة إلا كان شي واحد محتاج للدعم هو حياة الإدريسي والجميع يعلم ذلك إلا كان شي واحد محتاج للدعم هو حياة الإدريسي ووحد المجموعة ديها طبعا لي إلا بغيت نتكر لك لائحة طاويلة يعني إحنا واحد واحد الجيل كانت تكلم على واحد الجيل في نديا أيو بعتيق عمار في واحد المجموعة هادي الناس كلهم محتاجين له الدعم لا انشجعوا لا إلا كنت داخل الجنة أنا ما عنديش حق أن نتفع ميلة لأن أنا 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 أعرف ديك اللجنة فضلت على أنني نساهم بديك سنتين ونتحرم من الدعم باش نشجع هاد مسألة ده الدعم لأننا كان في السنة الأولى دياله في الدورة الأولى دياله هاد السنة أنا كما يعلم كما كتعرفوه على أنني أنا ما تنديرش ميلة خاص بي بإسمي بإسم حياة الإدريسي وإنما أنا كمطريبات يطلبون مني بعض الملاحنين على أنني نشارك معاها بأغنية ولا جوجة الأغاني كيدفعها في مشروع دياله وهو تتحمل اسم دياله هواية فتقبلوا جوج ديال أولا ثلاثة ديال المشاريع اللي فيها أداء ديالي أنا فقط هو اللي كان وبعض المشاريع اللي يمشات اللي مع السيمو حمد الزيات اللي فيها ثلاثة الأغاني من أجمل الأغاني اللحن جميلة جداً لسيمو حمد الزيات وهناك ملف مع أسامة باهي أشياء اللي كيمكن أن نخذوها بعين الاعتبار وهناك أشياء اللي كيمكن نرفضوها إلا كنت غنرفض غنرفض عامل ردي في كلام موسيقى أو في كلام يخدش الحياة أو فيه لحن مثلاً كتركيبة لحنية لأن نحن يكون لنا الجنكة تكون من واحد أشخاص معينين فيها شاعير فيها موزع موسيقي فيها مهندس ديال الصوت فيها ملحنين فيها مطريبين فكل واحد فينا عنده اختصاص مثلاً لا تنسمع الجودة اللحنية أو لا تنسمع مثلاً الجودة الصوت واحد الملحن يسمع مثلاً تركيبة ديال اللحن وش المقامات متجانيسة يعني أشياء اللي كيمكن لها تخليك باش تمنع ديك الأغنية هذا مكينش مشكلة دافية لا نقاش فيه لأننا نحن كنبدعو يعني هناك إبداع فإلا كنا نعطي الرداء ونحط على عنوان ديال الإبداع فأنا هنا كنتسمى منافق بما يخص الميلة في الإداري هناك ثلاث أطر اللي كيكونوا موظفين تابعين الوزارة التقافة يكونوا هم اللي بيروقراطيين يكونوا مختصين كل ما هو إداري يعني اللي فيه الباطونت فيه التنازلات ديال الشاعر أو الكنطرة بين كوبين الشاعر وبين الملحن أو حامل الملف حامل المشروع يعني هذيك ثلاثة ديال الأشخاص اللي تيكونوا من وزارة التقافة هم اللي تيكونوا مختصين في هذه الأشياء هنا غادي نعود نراجع مع هاد الناس هادو إلا كنت أنا دير هاد العام هاد دعم هذا استثنائي ولو جا في الوقت دياله في الموسم دياله يعني استثنائي لكي يجيب من غير الموعد دياله هادو استثنائي تنجيب مثلا كتك نديرو في جوان غادي نديرو مثلا فأفماي هادو اللي هنا في تبال استثناء هاتي اللي كيفهموا الناس لا هو جا في الضورة دياله اللي كان خصوه في تاريخ دياله اللي مقرر وإنما أين هو الاستثناء الاستثناء أنا مثلا أنا ما غاديش نكبر على وزارة التقاف ولا العفو أنا غادي نعطيه الواحد الاقتراح لو أنا عملت الاستثناء غادي مثلا إلا كنت كانت طلب في المشروع الرابعة ديال الأغاني غادي نقول لهم هاد العام راه في استثناء راه عندنا بزاف ديال المشاركات كي 800 مشاركة أنا غادي نديرو هيرجوش للأغاني واللي غا ياخد مئة وستين آلف غا ياخد هي تمانين آلف وكل شي ياخد هنا أنا كنسمي هنا استثناء بالنسبة لنرجع لك للمسألة الرفض إلا كان عندي أنا طاح عندي اسم كبير أنا كعضو في اللجنة طاح عندي اسم فنان تاريخ دياله تشهد لي ماشتنا يلادي نشهد ليه وطلق نقصة واحد له وريقة صغيرة وشمتيني وريقة صغيرة ولا شي حاجة مش ياد غادي نهز تليفون وغادي نتحاور معه في تليفون ما نقول يلا يخلي كراكين نميل في ديالك راك نتنقصوا واحد لواتيقة ما قدرش نقول لك لان أنا كان حصار مجانس لي في اللجنة أولا وما كان عارفهم مش كان عارفهم حتلس الأشخاص ولا جوش الأشخاص وأصديق أخوتي ما كان نقولش أصديقائي ما نقولك أخوتي واش سامعو المستمعوش واش شافوا لأنك كراكين جوج الجنة كان الجنة إدارية وكان الجنة في النية ما شمتيني كين تلتة ديال الأطار من وزارة ثقة فهم اللي مختصين كل ما هي وطائق فهذا الملف فما نقدرش نقولك أين كان الرفض وإنما إذا كان الرفض بالنسبة لإسم عنده تاريخ مغربي فهدي جريمة في حق هذا الفنان فكان ممكن كين المساعدات لماش يبقى ميبقاش فيها الحال شان يبقى فيها الحال لو كان كنت تدفع ميلف في الإسم ديالي وتحط الإسم ديالي ومتا لا تحمل إسم ديالي واش غادي نقول لك ماش غادي نقول لك شوف راه الفنان الواحد اللي كيتهان في العالم والفنان المغربي أنا كان قولي الله رأيي العام باش هذا المرة اللي بغيك تبش يتعليق الله يخليكم الله يخليكم راه أهل مكة أدرة بشيع بها وأنا كان قول وأتحمل كامل المسؤولية راه الفنان المغربي يعاني ويقاسي واحد القدية غا نقولها لكم شش الانسان اللي كيوقف عليك في الزنقوط يقول لكم تعطي الله سمحوا لي يعني مع احترامي نحن نقع كنسة على الله سبحانه وتعالى هذك الإنسان جرد من الكرمة دياله ومن الزب ديال الحواج ووقف وكين واحد الإنسان اللي يدخلوا سدع ليه داره ما قالوا هالو ما تكلمش خصنا نحتار موه بزعف كيتألم في صمته كيتألم في صمته و وبزعف ديال الحواج ما كين ميت كان طبعا اشي انك كنتبه مثلا انا كنتبه من ناس اللي يخداهم مية وتمينين الف درهم اقسم بآيات الرحمن اقسم بالله العلي العظيم حتى نتنازل على النص بالآداء لكن عيط لي شي واحد وقالي يا الاستدار لي خليك راحنا هذي العام عندنا مشكل راه المبلغ المالي ما كافيناش راه لك ياخد عشر الف درهم على الآداء في الأغنية غادي نعطي غير خمسالاف واشك تظني شي واحد غادي يرفض في المجموع في مليار وربعمية مليون ثلاثين الف درهم ثلاثين الف درهم على جوج ديال القسمات قسمة دابة وقسمة من بعد ولكن بقى ما خديد تاريه لسا قالوا قالوا والله اعلم باش نكون واضحة ما عرفتش اختي بحالي بحالك انتم يمكن انتم ممكننا كصحفيين تبارك الله عليكم كتشوفوا جميع الشرائح وكتشوفوا كتحاولوا تعالجوا عدة مشاكل كيعيش المجتمع المدني انتم اولى بنا احنا انتم اللي غتعرفوا ادرا يعني نحنا انا ما عارفش اشنا واقع انا لحد الساعة انا ما عارفش اشنا واقع يعني احتى انا بحالي بحالكم وبحالي بحال المشاهد الكريم الى كانت هناك لوبيات يتحملوا مسؤوليتهم غير مهم احنا مني كنا انا شخصيا لما كنت في ديك اللجنة والله على ما اقول شاهد كان واحد جيش الناس اللي يرحمهم متوفاو كانوا معايا سيحمة طيب العلاج وسيلك العربي الكواكيبي والاخرون لزانوا على قيد الحياة وهما كيشاهدون ايدي بغان قولها للكلمة اول يوم حطينا مصحاف وادينا القسام وحلفنا امام الله سبحانه وتعالى على ان اي شيء كيضور في ديك القاعة مني غادي نخرج والتحاجة ما غا تخرج من ديك الاشياء اللي احنا شفناها او تكلمنا عليها او قبيحة او لا مليحة امانة الامانة وبكل امانة وبكل صدق وبكل امانة اقسيم بأي طرر الحمان الانسان لما كيدخل بيته من العمل ديالو كي بديتش كما تنظر زوجة ديالو ولا للزوجة ولا المراكة تشكل زوج ديالها اليوم وقع لي كده كده في العمل ولا كدرت كده في العمل ولا هذه الاشياء ما كانتش عندي انا شخصيا عدو بالله من قلت انا ما كنتش لان اقسمتك امام الله غادي نحيض العاطفة غادي نحيض العاطفة لو كنت انا عوضه في اللجنة غادي نقول لك يستحق لما يستحقش انا انا ما سمعش العمل يالو اولا وثانيا مداش الميل في ديالو بيني ديالو وثالثا غادي نعود نأكد واحد المسألة الوزارة تقفلي اهام الدعم لان هذا الدعم ده علش خرج هاد الدعم اشنا هو الاساس دير هاد الدعم باش يخرج الهدف ديالو اشنا هو هو ترويج الاغنية المغربية فينا هما تل اغاني المدعمة دير هاد عشر اثني اللي دازت مبالغ مالي كتخرج سانويا الدعم اغاني فينا هي الاغاني المغربية اللي يعني كتدعمها ويزارة ثقافة لان الترويج دير الاغنيون عاقل القانون ديالها ترويج ديالو عنده حق المساهمة في الميراجنة وعنده كده وكده وكده عدية الاشياء اللي كاينة فينا هي هاد الاغاني دهو الادو المهم الشي الفلوس كتقده خمسة الف درهم غادي نشد دياليهم غادي ندير باشي حواج غادي تمشي مثلا ولكن دير عمل جميل اللي تحمل رسالة يا انسانية يا وطنية يا عاطفية هاد غادي وصل للمؤادة وغادي بيبقى في تاريخ ذيالي فينا هو هاد الاغاني اللي هي مدعومة من هاد الدعم ديال عشر اثني اللي دازت فينا هي هاده هو السؤال المطروح وعلمة استفام كبيرة فدي بدك حامل المشروع كي يستفد هير من ذاك الدعم مادي ولي كي يستفد منه ولكن اغنيته فينا هي اللي علم وليله لماذا هنا هنا فينا تنطرح السؤال وتنقول لك راني ما تنفهم ولو تيانا باش نور الرأي العام حتى هو باش يعرف راحنا الى دخلنا الديور ناوس دينا وسكتنا ها را قال لك ما عاد كي باش يقول لك المشي الهمي لك سرتي ضحك واحد المثال الشعبي مغريبي اللي اضرب الزاف والسكات حسن حنفضلنا السكات لما كعطيني تشي واحد شي حاجة من جيب العكس أنا اللي يعاطيها لما عطيني تشي واحد شي حاجة وما تنتسلتش واحد شي حاجة وما عمرني ما درت شي حاجة اللي تتسلش إنسان في تاريخ الفني وتاريخي كي يشد على ذلك أنا ماشي ماليك أنا باشار أنا كنضرب وكنصيب عندي مكن أغلط بشي حويش خورين وإنما لما تنكون كنأدي واحد رسالة فنية في بلدين ما كنت تحمل المسؤولية الكاملة من آخر درج الطيار اللي حطيت فيه الرجلي القدم ديالي هذيك هذيك البلاد وانا سنحمل المسؤولية ديال الاربعين ديال 40 مليون ديال المغاربة والله شاهدون على ما أقول وعندي شهود مغاربة اللي يعرفين هذه الأشياء هذي في هم رسميين وفي هم فنانين وفي هم اللي كي شدوا هذه الأشياء هذي أخلاقيين وجميع الأشياء احنا كانت تكلموا بوحد صدر الرحب لأن أنا بغيت أنا أنا غداش نقول بغيت نتصالح مع مع الجمهور المغربي بل بالعكس أنا معمرني مسئة الجمهور المغربي ومعمرني تخاتمت مع الجمهور المغريبي ولو تخسر معي شي واحد فيه أنا ما نتخسر مش معه لأن أنا كان نحاول نكسب أكثر من خسر الناس شي فنان بدون أخلاق ليست أنا بعدها فنو ما لا يعنيني شيء ونقول لك واحد القادية أقسمي لك باللالما كنت تتغركت كان موت على بعض أسماء عربية كبيرة فنان اللي بقى ندبع لقيد الحياة ولما كنت معهم مش خصية لقيت أخلاقهم بعدها نزلوا من عيني شي تفنهم ما بقى لا يعنيني شيء الحمد لله أنا بعدها واحد القادية سأقول على رأسي لا تتكلمش على رأسي وإنما أنا اليوم معي ضيوف بيتي وجوا يحاولوني أنا فلهذا كنتكلم على نفسي سمحوا لي أنا عمرني ما دلت شيء حاجة لتسئل شيء مغريبي خارج الوطن وعمرني ما طيحت بقيمة الوطن وعمرني ما طلبت شفت مصاليحي أمام باش نسئل الوطن ديالي نهائيا وأنا واحد الإنسانة كان يعيش بحالي بحال الناس بحالي بحال أيها الناس نهار كين وعشرة ما كينش وعانية وبخير والله ينصر صيدنا فلهذا والله يطول عمركم والله يبرك فيكم أنا كان ترجاكم على أن قبل ما زيقولوا شي كلمة في شي فنان قرأوا تاريخه أولنا وعرفوا تاريخه وشوفوا وشنه قال وشنه قال وشنه أحنا وحدة عدة الفنانين مش غير حياة إدريسي كانوا واحد مجموعة عدة الفنانين اللي تمارس عليهم دكشير يتمارس علينا إحنا كاملين وش فمتيني ولا زال يمارس علينا والبتسامة بلا كلمة بلا بل ملمض هدريكي عريبتسامة را صادقة كما قال صلى الله عليه وسلم فاحنا ما عمرنا نرى احنا ما عمرنا حطينا الوطن في المزايدة وعمرنا ما حطينا الشعب مغربي في المزايدة وعمرنا ما كان هدنا شي أولوية أعلى 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 الوطن نهائيا فاحنا كنا كنا نشوفوا شي حاجة اللي فيها مصلحة الجامعة كنحطو فارج لنا عد كنقولوا بسم الله يوم كنت مشكل مكناش كننقشو التامان ديالا فليهذا الله يخلكم الله يخلكم ديما راجعوا التاريخ ديال الفنان واللي عندو شي مشكل راحنا في الوسائل التواصل الاجتماعي دخلوا ديروا حقية إدريسي في الفيسبوك واللي بغي يقول شي حاجة يقول لي مباشرة ودي نشرح لي شتي اللي كيقولك اليوم ما عندي باش نتعالج وليس يقولك اليوم ما عنديش باش نعيش أنا أولادي عرفوا واحد النارة كان مساهم وما اخداش الفلوس وما تعوضش على أعمال هي دارا هدك هو السبب الأساسي والسبب الرئيسي علاش هو اليوم محتاج فحنا دي كنا مزيانين مش الزمن زمن هو هو الحمد لله الله سبحانه وتعالى الشمس لجهر تشرقه من المشرق وكتار في المغرب يعني بقي ما الحمد لله اللهم لك الحمد الباشار اللي تغير الإنسان اللي تغير والقيم ما بقاتش والأخلاق ما بقاتش والمبادئ ما بقاتش والمعلم يوهان والمدير يوهان والشرطي يوهان يعني انتم ما فيشوف تايب انتم اللي كتعرفوا بزاف دي المشاكل والمشاهد الكاري مراك يتبعكم وتيشوف يعني تتجبدوشي هذا انتم اللي غديتعرفوا كتر من نحن وشمتين يعني ما بقت القيمة تدير تشي حاجة الخلال في التربية انا بنجي من الخل لانا انا منسمح شلو اللي هزعيني فمودير اللي قدر يدير شي حاجة يديرها من اللعيب والعار على اننا نحن خلال هاد الجائحة كنت كلموا على هاد الدعم بهاد الاسلوب هادا وهاد الاشياء هدي اللي وقعت اليوم نهارت اليوم خسي يكون عدنا هم آخر نحن اليوم خسنا نعرفو كيفاش ناظروا بعضياتنا لان الى كان الفنان رأى الفنان والحرافي والاقتصاد المغربي كلا العصار كل شي غير يا كل العصار مش حيث الفنان المغربي لكن المغريبي متقطر1000 من هزول المعدة للمجتمع الان رته مغريبي ومرض بريب الان راه حتاه مغريبي ويمارس واحد العمل اللي ما عنده هتقانون كان عنده القانون مع مرضă ما تسمع وكي تتكلم كان عندنا قانون مع مرضة ما تسمع HangA tide mau إد her كان عندنا قانون معال التعليم كم يسمعوني معه لا تعليم الصحة كان مع مري ما نتكلم. احنا خدمنا كنت خلصوه ما خدمناش مطا نتخلصوش. باش نجي من الخر. هاد هو سبب اللي خلا بعض الفنانين في المواقع الاجتماعية خلال هاد الجائحة لان الفنان عالجائحات هين مش جائحة واحدة عالجوش ديال الجائحات جائحة على ان الجائحة اللي كان طلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا. والجائحة الثانية هي على ان هديك الجائحة جات في الموسم ديال العمل ياله هو. هي فين كي يخدم. وكيل الفنان اللي هازل تسادي العائلات كي اللي هازموا ببا ولاده كي اللي هازموا ببا ولاده عائلة مرته كل واحد الله يقول في العام. احنا احنا في العواد اللي نقول واحد الكلمة خيبا نتأكدوا من الشيء عادي مثل اللي نحكمه على الناس. نديروا بحلبة 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 كان خويل ما فوق واحد الجمرة. باش الناس تبرد شوية ويرجعوا. عقلهم كين بعد الفنانين ميسونين الله يكمل عليهم.